مهاجرون جدد يأتي بهم البحر أنقذهم حرس الساحل الإيطالي كانوا على متن مراكب أطلقت إشارات استغاثة وانتوشلا 700 جاء بعدد كبير منهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة وتم إنزالهم على الشاطئ فالبحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون شديد الخطورة أحياناً كما نعلم كلنا والمكان هو نفسه حيث غرق عدد كبير من الإيرتريين قبل أسابيع وبالرغم من كل هذه الخسائر في الأرواح إلا أن المراكب المزدحمة المهلهلة تواصل قدومها من شمالي إفريقيا والمهاجرون يواصلون رحلة العبور فارين من الحرب والفاقة وحالمين بحياة أفضل في أوروبا يقضي المهاجرون أيامهم الأولى في مركز الاستقبال هذا هو أصلاً مزدحم والقادمون الجدد ومعظمهم من سوريا يزيدونه ازدحاماً وفي العاصمة تيرويا تؤبن الجالية الإيرترية موتاها وتحتج خارج مبنى البرلمان الإيطالي نحن نعبر عن حزننا لعدم بذل جهود أكبر لإنقاذ الناس وكذلك في المستقبل فما لم تغير القوانين الحالية وتفتح ممرات إنسانية فسيتكرر ما حدث في لنبيدوزا إيطاليا من جهتها تدعو إلى تنسيق أكبر في رد الفعل الأوروبي لهذه الأزمة لا توجد هناك سياسة متماسكة في أوروبا إذا الهجرة واللجوء لا توجد هناك سياسة مشتركة كل دولة تريد أن تنتهك سياستها الوطنية وهذا غير فعال وفيما يدرس الاتحاد الأوروبي كيفية التعامل مع هؤلاء المهاجرين يفد المزيد منهم إليه كل يوم ترجمة نانسي قنقر